تصطف العشرات من سيارات ومالكية الدراجات النارية بالقرب من محطات الوقود في مدينة سيئون مركز وادي محافظة حضر موت في انتظار فتح المحطات الحكومية من أجل تعبئة خزانات مركباتهم بالوقود وأقدمت محطات الوقود الخاصة في سيئون ومدريات وادي وصحراء حضر موت على إقلاق أبوابها أمام المواطنين وإيقاف عملية بيع البترول والديزل وسط أنباء عن زيادة سعرية سيتم فرضها على الوقود خلال الساعة القادمة وبحسب مواطنين فإن ملاك المحطات تعمدوا إقلاق محطاتهم نتيجة لانهيار سعر العملة المحلية أمام الأجنبية ما دفع بعضهم لبيع المحلوقات بأسعار مرتفعة مقابل سعر صرف السعودي للتر الواحد وتشهد المحطات الحكومية الزحاما ملحوظا للمركبات لتعبئة لترات من الوقود قبل ارتفاعها وبحسب المعلومات فإن ارتفاع سعر اللتر البترول سيصل إلى ألف ومئة ريال يمني بينما لتر الديزل لألف وخمسين ريال يمني بزيادة سعرية مئة وخمسين ريال للتر الواحد وتعاني مدن وادي حضر موت من تغيب كبير لدور الحكومة والسلطة المحلية وسط تدهور مستمر للخدمات المقدمة للمواطنين على المستوى الصحي والخدمي دون تقديم أي تحركات أو معالجات تذكر وقال عدد من المواطنين في سيئون اعتماد زيادة سعرية حاليا في المشتقات النفطية سينعكس سلبا على حياة المواطنين في وجور المواصلات وصولا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأساسية ويشكو المواطنون من قلة الداخل المادي والوضع المعيشي الصعب في ظل تدهور العملة المحلية وجشع التجار وغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار مشيرين إلى أن حضر موت غنية بالثروة النفطية إلى أن اليوم تعيش أزمة محروقات وارتفاعا جنونيا في الأسعار ترجمة نانسي قنقر